النهاردة وصل القاهرة وفد من السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة السيد نظمي مهني رئيس هيئة المعابر رئيس هيئة المعابر في فلسطين يرافقه مسؤولين بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الوفد أجرى موحدثات مع المسؤولين المصريين لبحث كل الأليات والترتيبات اللازمة لاستلام السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية كافة المعابر بما في ذلك معابر قطاع غزة أصلي معبر رفح اللي هو واحد من أهم المعابر اللي فيه قطاع غزة ما بين قطاع غزة وهي مصر تمهيدا لتسلم السلطة كافة المعابر وفقا للوعد اللي قطعته حماس على نفسها والمفروض الكلام ده يحصل يوم 1 نوفمبر عشان أقول لكم القصة بسرعة مصر يوم 12 أكتوبر هذا الشهر 12 أكتوبر تم في القاهرة توقيع اتفاق اسمه اتفاق القاهرة برعاية مصرية والأطراف حماس وفتح هذا الاتفاق ينص على انهاء الخلافات انهاء الانقسام انهاء العزلة انهاء الانقلاب اللي عملته حماس في غزة منذ سنوات وعودة غزة الى الشرعية وعودة غزة الى المظلة الكبرى اللي هي السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازم واحد من الاتفاقات والترتيبات المترتبة على هذا الاتفاق هو ان السلطة الوطنية الفلسطينية هي اللي تتسلم كافة المعابر في قطاع غزة لان انتوا عارفين بعد الانقلاب حماس كانت مستولية على غزة فبالتالي كانت هي الكمان اللي مسيطرة على المعابر فواحد من الاتفاقات ان المعابر دي ترجع للسلطة الوطنية وحماس تسلمها طوعا للشرعية الممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية وان دا يكون في حد أقصى 1 نومبر القادم اللي هو يوم الاربع اللي جاي فالوفد الفلسطيني وصل القاهرة علشان يتكلم معنا باعتبارنا الجهة الرائية والداعمة لهذا الاتفاق يقول ايه اللي حصل الدنيا ماشية زي كويس في عرقيل ايه عشان نلحق نحلها خلال اليومين اللي جايين عشان تسليم المعابر يبقى في وقته تسليم المعابر مهم اي اهمية مهم للفلسطينيين لا مهم للفلسطينيين وللمصريين كمان اهم انتم تعلمون المعابر واهمية المعابر والتسلل عبر المعابر واحكام الرقابة على المعابر وحدثوني اكتر عن معبر رفح ما ادراكم ما يحدث من المعابر رفح عندما يكون مش تحت السيطرة